إنسان أطوار استمعوا معي إلى هذه الأطوار في كلام ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطة الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا لعظامة لحمة ثم إنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق خلوني أقول لكم كما قلت لكم ستستمعون مني بعض الحال إلى عبارات مبسطة يعني في أحد الملتقيات ملتقيات الإعجاز العلمي كان معنا في الملتقى واحد من كبار علماء الأجنة في الأرض اسم ميرشيل جونسون والذين لهم صلة بعلم الأجنة يعرفون من هو ميرشيل جونسون وكيث مور والمجموعة هذه اعتبرهم قادة علم الأجنة في العالم يعني هما يكاد يكون قادة علم الأجنة الكبار أو المرجع خمسة ستة منهم هذان الرجلان أو ثلاثة منهم برساد وميرشيل جونسون وكيث مور هؤلاء وأدوار للبريطانية عليه حال أقول هؤلاء عندما يعني تأمل هذا ميرشيل جونسون هذه الآية وقعد وضع يده على خد والتفت إلي يقول لي اسمعني قلت له نعم قل لو كانت هذه الحقيقة عندنا لو كانت عندنا و أنا قد رأيت أنها حقيقة لم نعلمها إلا قبل أيام قبل سنين قليلة لو كانت عندنا لا أقمن الدنيا ثم لا نقعدها قلت له كم من العظائم عندنا في هذه الأمة التي لا أقول إنها هي مليئة بالخير إن شاء الله لكنها عندها حالة من الركود والنعاس وخاصة في الجانب العلمي والدعوي واغتنام الوسائل القادرة على أن تبلغ دين الله هاي ناسم إحنا نبلغ لا بد أن يكون عندنا أحنا مسؤولين أمام الله هذا الذي يعلم هذه الحقائق من بعض أطبائنا أو فقائنا أو علمائنا ثم يزكت عليها ويجلس كيف سيكون حسابه أمام الله عز وجل لا بد لنا من أن نبلغ دين الله وبهذه اللغة التي أنا أعتقد جازما أن هذه اللغة هي اللغة التي لا يستطي أحد أن يردها عليك إنك تتكلم بلغة العلم إذا تكلمت بلغة العلم لا يستطي أحد أن يرد عليك ولا أن يردك لأنك إن رددته أو رددت عليه فكأنما تعلن أنت لواء الجاهل وما في أحد يقبل على نفسه أن يكون جاهلا إذن نحن مطلوب منا أن نتق الله في هذا الجانب وأنا أقول من هذا المنبر المنبر المبارك منبر قناة المجد أقول وبكل صراحة أرفع بها عقيرتي يعني أخرجها من نياط قلبي أقول لأحبتي يجب أن تتضافر الجهود لإظهار هذا الإعجاز إلى الدنيا وبكل لغة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نادان إلى ذلك ونبهنا وقال ما من نبي إلا وقد آته الله ما مثله آمن عليه البشر الذي سيؤمن عليه البشر اليوم ويمكن أن يقبلوه منك هو لغة العلم لأن العلم هو السلطان هو البرهان وخاصة إذا بل هو الحجة هو المنتهى هو عندما تتكلم الآن بلغة العلم ما أحد يقدر يقول لك والله أنت لا تتكلم بلغة العلم وأنت مستريح على أي حال ما أريد أن أطل في هذا الجانب أحبابي دعوني أقول إن القرآن قد ذكر أطوار خلق الإنسان بشكل دقيق جدا أذهلت العلماء بل اكتبار العلماء أسلموا عندما رأوها لا أقول كلهم فبعض الناس يعني قد يصده عن الحق إما الجهل وإما الكبر فتتقشع سبل الجهل ولكن يبقى يبقى الكبر موجودا والله المستعان ما أريد أن تتحدث عن جوانب الأخرى باختصار وهذا الله يقول وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ زُلَالَةٍ مِنْ طِينَ أَصْلُ النَّشْأَةِ مِنْ الطِينَ ثُمَّ وَالْعَطْفُ بِثُمَّ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً وسنتعرف على مرحلة النطفة بشيء من التفصيل ثم جعلناه نطفة في قرار في قرار مكين أنت عندما ترى هذا القرار بما أودع الله حوله من الحماية من العظام القوية والحوض العجيب الذي خلقك الله فيه قرار مكين حقيقة ثم وَالْعَطْفُ بِثُمَّ يَقْتَضِي إنه لابد أن يكون يعني بعد فترة ثم خلقنا النطفة عَلَقَةً وَسَنَأْتِي إِلَيْهَا فَخَلَكْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً العطف بالفا هنا له معنى ليس في القرآن شيء مهم لأن العطفة بثم يقتضي الترتيب والتراخل عطف بالفا يقتضي الترتيب والقرب والالتصاق آل آخري نعم فخلقنا فخلقنا العلقة مضغة نعم فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة سبحان الله فكسونا العظام لحمة ثم إنشانه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق من الحقائق العلمية في القرآن في وصف أسرار خلق الإنسان الآن أحبابي وإخوتي سوف أنضي معكم في هذه الحقائق حقيقة بعد حقيقة في كتاب الله ثم أستعرض معكم مجموعة من الحقائق في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة بعد حقيقة نتأملها جميعا ونستمع إليها بهدوء ونتأمل نتأمل كلام الله عز وجل وإن شاء الله أحاول أن أقول لكم بشيء من التبصيط مرت مرحلة خلق الإنسان بأطوار الحقيقة الأولى الجنين يخلق في أطوار يعني بمعنى أنه يخلق في طور بعد طور يخلقكم طور بعد طور مرحلة بعد مرحلة وسوف نتعرف عليها والله سبحانه وتعالى يقول عن هذه الأطوار ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم أطوار وقال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث لو أننا تأملنا ما ذكره علماؤنا كما قلت لكم الجانب العلم إن شاء الله سوف نتحدث عنه لكن دعنا نسمع ماذا قال علماؤنا التبيان في غليب القرآن يقول أطوارا أي ضروبا وأحوالا نطفا ثم علقا ثم مضقا ثم عظاما تفسير البيضاوي يقول خلقهم أطوارا أي تارات إذ خلقهم أول عناصر ثم مركبات تغذي الإنسان ثم أخلاطا ثم نطفا ثم علقا ثم مض إلى آخره في تفسير القرطبي يقول فنقله أطوارا إلى أن ولد ونشأ كذلك في تفسير المضاء خلقا من بعد خلق حيوانا سويا من بعد عظام مكسوة لحمة من بعد عظاما عارية من بعد مضغ يعني خلقه خلقا كاملا بعد أن كان في يوم الآية عاريا من العظام ثم عظاما مكسوة باللحم ثم بعد ذلك ثم كان قبل ذلك نطفة في تفسير القرطبي يقول في بطون أمهاتكم الحقيقة الثانية الوصف الدقيق لأطوار الجنين المطابق للواقع وصف القرآن الكريم أطوار الجنين وصفا دقيقا من خلال مسمى لكل طور له بداية ونهاية محددة يصف المظهر الخارجي للجنين ويعكس عمليات التخلق الداخلية في فترات زمنية متعاقبة وكذلك حددت السنة النبوية بدقة الفترات الزمنية لهذه الأطوار فلعلنا نتأمل ما هي هذه الأطوار مراحل خلق الإنسان في القرآن الكريم وفي السنة النبوية حددتها بسبعة أطوار الطور الأول الخلق من سلالة من طين ثم النطفة في قرار مكين ثم تحول النطفة إلى علقة ثم إلى مضغة ثم النشأة العظام بدأ الهيكل العظم وسوف نعرض لهذه القضايا قضية بعد قضية إن شاء الله تعالى ثم كساء العظام باللحي سبحان الله عجل غرائب لأن تسمع هذا الكلام ثم تبدأ النشأة نشأة الخلق الآخر يعني النشأة السوية والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم نشأة خلقك الله في هذا الجمال الذي تراه الآن أنت في أحسن تقويم النشأة الأخرى هي هذا الخلق الذي بدأت بعد ذلك بعد أن اكتمل نموك أصبحت يعني في هذه الصورة من الخير والفضل يتهم البعض القرآن الكريم